السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي سأكون معكم في هذه الحصة أنا معلم المادة سالم الهزاع برفقة الأستاذة يسرى الشهري في لغة الإشارة فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبابي الطلاب والطالبات أخذنا وإياكم في الدرس السابق أخذنا الدرس الثاني من دروس الوحدة السادسة التي هي بعنوان صحتي وغذائي الدرس الثاني ما عنوانه؟ أحسنتم فيه شفاء فيه شفاء قرأنا وإياكم هذا الدرس تعرفنا على غذاء مهم جدا وهو تذكروا معي أحسنتم إنه العسل في هذا الدرس أيضا سنقرأ سنقرأ درسنا مرة أخرى لكن سأحتاج منكم المشاركة والقراءة أكثر وأكثر سنتناقش وإياكم في بعض من المهارات في كلمات هذا الدرس هيا أحبابي الطلاب والطالبات هيا أحبابي الطلاب والطالبات نقرأ درسنا لهذا اليوم والذي هو بعنوان هيا أقرأوا أحسنتم فيه شفاء ماذا نقصد؟ بعنوان هذا الدرس فيه شفاء ما هو الغذاء؟ ما هو هذا الشفاء؟ أحسنتم الغذاء هو العسل شاهدوا معي هذه الصورة التي شاهدناها أيضا في الدرس السابق والتي تشاهدونها أنتم أيضا نشاهد من؟ صالح أحسنتم وتعابير وجهه وهو حزين لماذا؟ لأن زميله أحسنتم لأن زميله محمد يرقد في المستشفى بعد أن أكل طعاما ملوثا هيا أحبابي الطلاب والطالبات نقرأ سويا هيا أقرأوا وشاركوني أيضا القراءة عاد صالح إلى المنزل حزينا أذكركم الآن أنتم أقرأوا هذه الجملة كاملة هيا أقرأوا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم إذن من الذي عاد إلى المنزل حزينا؟ في هذا الدرس أحسنتم صالح عاد صالح إلى المنزل حزينا هكذا نريد منكم القراءة وأيضا نفهم ما نقرأ الآن سنكمل استمعوا سألته أمه هيا أقرأوا أحسنتم سألته أمه هيا نشاهد ماذا قالت الأم ما بك يا بني أقرأوا أحسنتم ما بك ما بك يا بني أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات في السطر الأول الذي قرأناه هنا استخرجوا معي حرفا من حرف المد أحسنتم في الكلمة الأولى عاد عاد أين حرف المد أين هو الألف أحسنتم حرف المد الألف والحرف الممدود الحرف الممدود الذي قبله ع إذن سنقول ع بصوت طويل كما تعلمنا وإياكم في نطق الحروف في الوحدات السابقة وأيضا كالحرف من حرف المد في كلمة أخرى أحسنتم في كلمة صالح في كلمة صالح أين حرف المد أيضا حرف المد الألف والحرف الممدود الحرف الممدود أحسنتم ص ص ص في كلمة صالح أحسنتم مبارك الله فيكم أيضا يوجد لدينا حرف مد ركزوا جيدا ابحثوا في أي كلمة أحسنتم في كلمة حزينا أين حرف المد أحسنتم أحسنتم شاهدوا معي هنا حرف اليا والحرف الممدود الذي قبله حرف الز مكسورا زي حزينا أحسنتم مبارك الله فيكم شاهدوا معي مقطع المد هنا في هذه الكلمة زي أحسنتم مبارك الله فيكم وأيضا يوجد لدينا حرف المد آخر هنا ما حرف المد الألف وأيضا ما بك يا أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات أيضا شاهدنا في هذا المقطع حرف الها في آخر الكلمة حرف الها في آخر الكلمة شاهدنا في أي كلمة أحسنتم سألته سألته شاهدوا معي حرف الها في آخر الكلمة وأيضا في كلمة أحسنتم أمه أمه أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات الآن نكمل قراءة هذا الدرس ننتقل إلى الصورة الأخرى تذكروا معي ماذا شاهدنا في هذه الصورة شاهدنا أيضا هنا صالح يجيب عن السؤال صالح هنا يتذكر محمد وهو يرقد في المستشفى ماذا قال صالح نقرأ سويا استمعوا قال صالح هيا أقرأوا أحسنتم إن زميلي محمدا أقرأوا أحسنتم يرقد في المستشفى يرقد في المستشفى اقرأوا لأنه أكل طعاما ملوثا أقرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب الطالبات هيا اقرأوا أنتم لوحدكم أقرأوا أقرأوا أحسنتم بصوت مرتفع بصوت مسموع هيا أكملوا إن أحسنتم أكمل قرأة مميزة أكمل أحسنتم مبارك الله فيكم إن زميلي محمدا يرقد في المستشفى لأنه أكل طعاما ملوثا أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات ما رأيكم أن نقف قليلا هنا ونستخرج وإياكم كلمات يوجد فيها التنوين التنوين الذي نشاهده في آخر الكلمة في آخر الاسم شاهدوا معي هنا مثلا استخرجوا أنتم الكلمة الأولى التي يوجد فيها التنوين أين هي أحسنتم صالح هنا هيقرأوا صالح أحسنتم تنوين أين التنوين في آخر الحرف في آخر في آخر حرف التنوين التنوين عبارة عن ضمتين أو كسرتين أو فتحتين شاهدوا هذه الكلمة صالح شاهدنا في آخرها تنوين بالضم أي ضمتين صالح نبحث أيضا هنا عن تنوين كلمة يوجد فيها التنوين إن زميلي هيا أحسنتم محمدا كلمة محمدا فيها تنوين أحسنتم تنوين بالفتح شاهدوا معي الحرف الأخير حرف الد تنوين الفتح أي فتحتين أحسنتم وبرك الله فيكم تبقى كلمات فيها تنوين نعم أحسنتم كلمة طعاما طعاما أيضا يوجد فيها تنوين تنوين بالفتح وكذلك أحسنتم كلمة ملوثا ملوثا تنوين بماذا تنوين بالفتح أيضا تنوين بالفتح على الحرف الأخير حرف الث ملوثا ملوثا أحسنتم مبارك الله فيكم شاهدوا معي الفرق عندما شاهدنا تنوين الضم في كلمة صالح ثم ثم شاهدنا التنوين تنوين الفتح في كلمة محمدا أحسنتم مع تنوين الفتح كما في كلمة كما في كلمة محمدا وأيضا كما في كلمة طعاما وأيضا ملوثا شاهدوا ألف التنوين بعد تنوين الفتح نوضح أكثر سأكتب مثلا كلمة محمد شاهدوا معي كلمة محمد محمد تنوين الضم بدون ألف التنوين إنما ألف التنوين يكون يكون بعد ماذا أحسنتم بعد تنوين الفتح كما في هذه الكلمة كلمة محمدا وأيضا هيا قرأوا هذه الكلمة مرة أخرى اقرأوا أحسنتم محمد بتنوين الكسر أيضا لا نضع ألف التنوين هنا لأننا قلنا نضع تنوين الألف ألف التنوين نضعها بعد تنوين الفتح فقط كما شاهدنا في كلمة محمدا وأيضا طعاما وأيضا ملوثا أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات هيا لنقرأ بقية أحداث هذا الدرس استمعوا ثم اقرأوا استمعوا الآن الأم استمعوا فقط لا تحزن يا بني فعندما تعوده خذ إليه بعض العسل ففيه الشفاء بإذن الله فالله يقول عن العسل فيه شفاء للناس مرة أخرى لكن شاركون القراءة استمعوا ثم اقرأوا بعدي اقرأوا بصوت مسموع بصوت مرتفع الأم أحسنتم لا تحزن يا بني فعندما تعوده خذ إليه بعض العسل أحسنتم ففيه الشفاء بإذن الله أحسنتم مبارك الله فيكم فالله يقول عن العسل فيه شفاء للناس أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات ركزوا معي في هذه الكلمة عندما قالت الأم لصالح فعندما تعوده وفي الدرس السابق عندما قال صالح للمعلم ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمدا أن نعود وعرفنا وإياكم في التدريبات معنى كلمة نعود نعود أحسنتم أي أن نزور مريضا أي أن نزور مريضا أيضا هنا الأم تقول لابنها صالح فعندما تعوده أي عندما تزوره في المستشفى عندما تزوره في المستشفى أحسنتم وبرك الله فيكم الآن أحباب الطلاب والطالبات إلى المقطع الأخير من هذا الدرس والمتكلم هنا والمتحدث هنا من هو أحسنتم صالح صالح استمعوا شكرا يا أمي سأفعل إن شاء الله الآن هيا استمعوا ثم اقرأوا بعدي صالح شكرا يا أمي سأفعل إن شاء الله أحسنتم مبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس شاهدوا معي هيا اقرأوا أنتم هذه الصفحة الأولى الحدث الأول ثم الحدث الثاني في هذا الدرس أي الصفحة الأولى لديكم في الكتاب أو في الشاشة أمامكم هيا قرأوا عنوان الدرس فيه شفاء أحسنتم الآن هيا قرأوا عادة أكملوا واصلوا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن هيا أقرأوا قال صالح نشاهد جيدا الكلمات التي نقرأها قال صالح إن زميلي أكمل قرأة مميزة أحسنتم مبارك الله فيكم الآن تبقى لدينا الصفحة الأخرى وبقية أحداث هذا الدرس هيا قرأوا أحسنتم الأم اقرأوا لا تحزن أكمل أحسنتم واصلوا أحسنتم مبارك الله فيكم قرأتم الجملة الأخيرة فيه شفاء للناس المكتوبة باللون الأخضر وقلنا لكم وذكرنا لكم أن هذه الجملة من كلام الله سبحانه وتعالى من آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيه شفاء للناس هيا أكمل صالح أحسنتم مبارك الله فيكم شاهدوا أيضا ملامح وتعبير وجه صالح في الصورة الأخيرة أصبح مسرورا لأنه سيساعد محمد بعد أن يأخذ معه هذا العسل الذي فيه شفاء للناس بإذن الله سبحانه وتعالى أحسنتم مبارك الله فيكم كانت قراءتكم قراءة مميزة وأيضا مشاركتكم لنا كانت مشاركة فاعلة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس فأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم ففي حفظ الله ورعايته نترككم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة